اشتركوا في القناة اهلا بكم بلا شك يا جماعة فقط السنان ده شيء مزعج جدا جدا للإنسان وطعم السنان إعاقع في حد ذاته بجد ولذلك عالم الزراعة أنا في رأيي أنا زراعة نعمة نعمة عظيمة جدا وفتح الجبار وتطور الجبار اللي شفناه في عالم الزراعة كان مناسب جدا لهذه النعمة لأنه بجد عالم طب الأسنان طب الأسنان زي ما يقوله مسك بقديه واسنانه في موضوع الزراعة لأنه لقى فيه نتائج مبهرة فبدأ يطور عشان يحصل على مزيد ومزيد من النجاح لدرجة أنه مراكز الأسنان الكبيرة في الشرق الأوسط بقياس الزراعة بالنسبة لها مهم جدا جدا عشان أقول أنا أه بعمل كم زرعة وكم سكسسريت وقياسات النجاح قد إيه والزراعة هي اللي أنا بابني عليها كل حاجة ناجح في الزراعة أنا ناجح في كل شيء تجميل هيمشي ورا الزراعة التركيبات هتمشي ورا الزراعة أكيد طالما أنا بزرع صح هعمل تجميل صح أكيد هعمل تركيبات صح الزراعة هي كور هي حجر الزاوية اللي بيحدد مستوى نجاح أي مكان تعالوا نعيش مع هذا المعنى المهم جدا ونشوف إلا أنهي مدى وصل التطور في عالم الزراعة مع واحد من نجوم عالم طب الأسنان مش في مصر رأس في المنطقة العربية وفي المنطقة الشرق الأوسط واحد من اللي طور التكنولوجيا في عالم طب الأسنان في مصر وعمل أب جريد رائع للغاية لمنظومة في منتهى الاحترافية ضيف العزيز اللي بيبدع دائما وميجستار عالم الأسنان اللي بيبسعد إن أنا بيشوفه أشرة عمر وصداقة انتدت لسنوات طويلة ضيف العزيز هو الدكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الأسنان عضو كونجرس العالمي لزراعة الأسنان هو المدرب المعتمد بالجمعية الدولية لزراعة الأسنان بين بردين والمؤسس لمراكز ويتي للأسنان الاسم الشهير أهلا بيك صديقي العزيز وحشني يا صاحبي دكتور نور الدين صديقي العغالي أخوي وصاحب وعشت طويلة طبعا رحلة رحلة طويلة طبعا قبل ما أبدأ في زراعة الأسنان وهو الأخير وأقول لك هو أول سؤال هيبقى ما هي زراعة الأسنان لكن هل زراعة الأسنان هي الكور هو المقياس لنجاح أي مؤسسة؟ زراعة الأسنان أصبحت قسمة أساسي في أي مركز كبير عايز يحط نفسه في منظومة عالم الأسنان ويبقى له وضع في منظومة عالم الأسنان فما بقاش فيه غنى عنها خاصة في الدولة العربية ليه؟ لأن احنا عندنا نتيجة الإهمال اللي حصل في السنين اللي فاتت ونحنا ناس مش بنهتم قوي بأسناننا حصل فقد لعدد كبير من الحالات وعدد كبير من الأسنان فبنا محتاجين لتعويض الأسنان دي وطبعا زراعة الأسنان هي واحدة من أهم أو هي الأهم في حالات تعويض الأسنان المفتوضة يعني إيه زراعة سن؟ إيه ما معنى زراعة سن؟ زراعة سن لازم الأول إيه؟ نعرف إن السنة الأول اللي ربنا خلقها عبارة عن إيه؟ السنة اللي ربنا خلقها عبارة عن جدر جوه العظم ممسوك في العظم بأربطة ومتغطية العظم باللسم ده كده الشكل المدفون اللي مش باين قدامي وباين بعديه الكراون اللي احنا بنشوفه بعينينا اللي بنستعمله في الأكل في الأسنان الأمامية في القاطع في الدروس الخلفية في الطحن ده الشكل الطبيعي للسنة اللي ربنا خلقها طيب الزراعة هي المحاكاة لنفس الطريقة ونفس شكل السنة الطبيعية عبارة عن جدر من التايتينيوم بيتحط جوه العظم وبيتساب الفترة الكافية لغاية ما يحصل له عملية اسمها أو عملية التعظم أو الالتحام الكامل لغاية ما تبقى الزرعة والعظم حتى واحدة وبعدها بنبدأ نركب الجزء الخارجي يبقى كده هي عبارة عن جزءين جزء جدري مدفون جوه العظم والجزء الخارجي اللي بنستعمله في الأكل زي السنة الطبيعية عشان كده بنقول إن الزراعة هي التعويد الأمثل لأي سنة مفقودة أو هيتم فقدها قررنا إن احنا نخلعها لأي سبب من الأسباب بنسبة 99% من الأسنان الطبيعية هل في حاجات تقول لك الحالة دي ما ينفعش يتعمل لها زرعة؟ موانع؟ كان زماني كان زماني دلوقتي الأول هنقول الموانع نوعين فيه مانع إن يكون حالة العظم ما تسمحش وفيه مانع إن الحالة الصحية يكون ما تسمحش طيب في حالة إن العظم ما يسمحش الكلام ده انتهى بقى خلاص إحنا دلوقتي عندنا من أنواع الزراعات وتطويع التكنولوجيا في عالم الزراعة إنه ما فيش حد دلوقتي نقوله ما ينفعش زراعة خالص الموضوع ده انتهى تماما لكن على الحالة إنه هو تزبط حالتها الصحية علشان نقدر نزرع لها والزراعة يبقى نعلي بتاعها وتنجع زي مثلا حالات اللي عندها سكر طول ما هو معدلة السكر في المعدلات الطبيعية وعامل كنترول فبنسميه سكر منتظم بيعمل تراكمي كل ثلاث شهور والليفل بتاعه معقول خلاص بنعتبره حالة عادية الحالات مثلا اللي عملت عملات في القلب أو بتاعتك تاخد أدوية مسيلة دي بتمشي على بروتوكول معين عشان لازم نوقف أدوية السيولة لفترة معينة وبعد كده يعني بنجهز الحالة لعملية الزراعة وبعد كده بنزرع وبيكمل عادي ففعليا ما فيش حد ما ينفعش نزرع له لو الحالة مستعدة أنها تسمع اللي الدكتور بيقوله وتمشي عليه وفي نفس الوقت حتى لو حالة العظم ما كرتش تسمح ما بقاش فيه بقى عندنا من الحلول المتطورة أنه احنا نقدر نتعامل معين وقعب ولما حد يفقد سنة النهاردة أنسى بوقت اللي زاعم بص عندي حاجتين بعض الحالات الأفضل أن أنت لو قررت تخلع سنة دلوقتي لأنها مش هينفع خلاص تعالجها تعملها لجعاصة بوكراون لأنه زي ما قلنا أن آخر حاجة بنلجأ لها هي عملية الخلع يعني بنلجأ لعملية الخلع دي في أدية الحدود بس لو خلاص الدكتور مضطر بيبدأ يقيم دكتور الجراحي بيبدأ يقيم موضع العظم حوالين الدرسة أو السنة اللي هتدخلها لو لا أن حالة العظم جيدة وأن ما فيش أي نوع من أنواع العدوى الإنفكشن أو الصديد هي قدر يخلع ويزرع وهنا بنستفيد من أن الجسم موجه الكباسيتي أو قدرته على الالتقام للمنطقة دي فده بيساعد على سرعة الالتقام مع الزرعة وبيخلي كمان الزرعة يحصل لها إنتجريشن أو تكامل معها أو التحام مع العظم بسرعة فده بيبقى أنسب وقت لكن لو الدكتور الزراعة وهو بيقيم الحالة لأ أن فيه إنتجريشن وحجم كبير بطريقة معاناة يعني ما يقدرش ساعتها يزرع بيحتاج ينظف العظم كويس وممكن يحط عظمه ويقفله بعد فترة كافية من 3 إلى 4 شهور يبدأ يعمل عملية الزراعة بس يعني الأفضل ما استناش بقى عشان برضو من ضمن الحاجات أن أنسب وقت أن أنا ما استناش بعد كده ليه؟ لأن في عملية فيستيولوجي كده بتحصل إن العظم طول ما أنت مش حاطت فيه سنة أو مش حاطت فيه زرعة بيبدأ يحصل له كلها بيبدأ يتاكل فأنت كل ما صرعت بعملية الزراعة كل ما أنت حفزت على كمية العظم الكفاية فما تدخلكش فيه أو في إجراءات أبو اللي بيحصل دربكة في انتظام الأسنان الأسنان بتكربس على بعضها لما بيحصل الأسنان بتكربس والعظم بيتاكل وديجي تحتاج بقى زرعة عظم أو تحتاج تلجأ لأنواع معاناة من الزراعات إجراء بيبقى أكبر وبيحتاج عمليات أكتر لاحظت أنا من عشرتنا طول العمر أنتوا طورتوا جدا عالم زراعة الأسنان فوايتي يعني أنتوا عملتوا كنت دايماً أنا ما بيعود معايا ألا إيه؟ تقولي أنا الجهاز الأشياء المقطعية الأجهزة بتاعت الشعر فيه السيدريلات ديت الزراعة دي أساساً وتقولي بتكلمني عن الزراعة كما لو كانت وأنا شايفها بتاع الزراعة جميلة كده يعني ما ليه الزراعة تطورت بالتطورات الحديثة؟ إيه التطورات أساساً؟ ده إن الزراعة ميكانيزم فهو صناعة والصناعة أكتر حاجة الشركات المطورة العالمي الزراعة في حالة منافسة شديدة جدا سواء في تطوير المواد نفسها اللي بنشتغل بيها أو في تطوير شكل الزرعة نفسه وتطويرها للحالات الأصعب فالمنافسة دي خلت كل يوم فيه جديد خلت كل يوم فيه حديث وإحنا من أول الحمد لله من أول المراكز في الشرق الأوسط اللي هتمت بالزراعة من سنة 2004 وإحنا مشتغل الزراعة كانت لسه كلمة زراعة دي يعني يعني إيه تزرع لي سن؟ يعني إحنا كنا لسه الناس تخلع ومش عارف هو يعود إزاي ولا هامل إيه نقوله دي فيه حاجة زراعة يعني إيه تزرع لي سن؟ كلمة الزراعة كانت يعني كلمة جديدة سنة 2004 فإحنا الغاية من 2004 إلى 2007 كنا عملنا حالات كتير جدا وبعد كده نتيجة الخبرة في الزراعة بدأنا نبقى على تواصل دائم مع أهم شركات الزراعة في العالم وأهم مطورين الأجهزة اللي بتشتغل في الزراعة سواء بقى كانت أشعة سوليسية أبعاد سواء بيزيوتوم سواء الزراعات نفسها فبقى وطبعا المهم جدا 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 أن يبقى معاك فريق متخصص في الزراعة لأنه هو ده الفريق اللي أصلا الشركات بتطور عشانه فهو لو معاك فريق فاهم فهو بيعرف يستغل التكنولوجيا الحديثة بسرعة جدا وبيعمل أحسن نتائج بأعلى ساكسيس ريت أو بأعلى نسب نجاح اللي احنا شايفينا دي زي جوماتيك زي جومة إيمبلاد ودي انت خلاص معنا عباريت موقول عشرين سنة بنتكلم في السنين فخلاص خدت بكالي انت كده خدت ماجستير يا ريتني كنت بدأت معه طبعا عندك كان من أسئلتك هل في حالات ما بينفعش نزرع لها انها دي إجابة ان في بعض الحالات اللي ما بيلاقيش عندها عظم كفاية انها هننزرع لها فالشركات اللي بتعمل الزراعة طورت زرعات حديثة جدا اسمها الزي جومة إيمبلاد الزي جومة إيمبلاد هي زرعة عادية بس طويلة بحيث ان هي تخش في الزي جومة الزي جومة دي اللي هي العظمة اللي بيسموها في العربي الوجنة دي عشان أخد زرعة من هنا تبقى شايلة كل ده تبقى زرعة طويلة جدا والزرعات دي فيها ميزة مهمة أول أول حاجة بتخليك ما تزرعش عظم ليه انت خلاص مش محتاج في المنطقة دي ودي بالذات في الفك العلوي لأن انت عارف ان الفك العلوي نوع سفنجي تاني حاجة فيه جب أنفي فبيحصل تأكل سريع جدا في العظم في الأغلب ما بلقيش عظم ده عظم عظم كده التاكل خلاص فاحنا بساعتها كنا زمان نعمل زراعة عظم ونستنى ست شهور وبعد ست شهور نزرع ونستنى ست شهور وبعد كده ركب فيها سنة والحالة ماشية بتركيبة متحركة تعبانة التركيبة الزيجومة أو الزراعات الزيجومة فيها ميزة مهمة قوي ان انت تقدر تمشي الحالة بتركيبة مؤقتة مسبتة في نفس الزراعة يعني مع الزراعة على طول فانت الحالة ريحتها وعايزينوا السورة دي عشان دي السورة دي بالذات فيها ثبتها بقى عشان دي فيها كل أنواع الزراعات بقى يعني دي فيها كل أنواع الزراعات اللي موجودة دلوقتي فانت تقدر على الزيجومة دي تعمل تركيبة مؤقتة مسبتة وقتي فانت كده بتراحل حالة من نوع حتى يمشي بتركيبة متحركة لفترة لأ انت بتعمله تركيبة مؤقتة مسبتة وبعد ثلاث شهور تقلبها لتركيبة سبتة ازاي الصورة بقى ازاي حالة زي دي تعملت احكولي بقى اشياء المقطعية اه لا انت مش حاسس ان دي انشاء هندسي ايه ده زوايا وميل هنا انت عندك في الصورة دي اول حاجة احنا عاملين اه زرعات العادية اللي قدام واخد اوضاحة طبعية بعد كده زرعتين جايين بميل بيعملوا انكريتش بعد كده في زرعات هنا بقى مش ازاي جومة زرعة اسمها تريجويد تريجويد في التيجريزتي وراء بتتحط فيها بالميل ده دي عضمة برضو يا جماعة دي عضمة ما هو فكرة بقى الزراعة ايه ان انت بدأت تستغل اماكن ما كنتش بتستغلها او ما كانتش متاحة عضمة توصله عضمة تقدر توصله وبدأ يتعمل لك زرعات علشان خطر تناسب وتواكب المنطقة دي هنا بقى تطوير الشركات انها تعمل لك زرعات توصل للأماكن وتستغل للعضم اللي اننا مش بتقدر تستخدمه اللي عجبني قوي في زرعات دي الميول بتاعتها ايه بانا اقول لك بصي بصي شكله عامل ازاي دي اوسكار في عالم زرعات الاسناء اه 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 اعني ازاي ازاي على فكرة تحميل هنا يا جماعة ازاي كأنه بالضبط نفس مقاييس تحميل الانشاء في الفنادق والامارات الكبيرة ايه انشاء هندسي باح وبالك الجزء بتاع الزراعة هو جزء هندسي في ميكانزمات في ميكانزمات كتير جدا من اول الزراعة لغاية التركيبات هي مابنية على ميكانزم واحمال وهتحط يعني تبر ان انت كأنك بتنشئ مثلا كبري اه معلق هيعدي نهر او يعدي منطقة كبيرة اه فانت لازم توزع احماله صح اه تبقى عندها ميول تشيل وتوزع الحمل اه على الزراعات بشكل سليم بحيث لما تعمل تركيبة تبقى واخدة سابورت قوي جدا من الزراعات الزراعة والتجميل تغيير شكل الأسنان تغيير شكل الوش دمان لاز كتير قوي مش متخيلة اللي بيحصل في الوش بعد الزراعة طيب فاكر زمان حلقة لما قد بقولك المثل الأشهر اللي انا قلفته اه اللي هو الفرق في شكل الوجه أسنان مش سنين اه أسنان مش سنين يعني ايه يعني الفرق ما بين شكل الصور اللي اهنا هنشوفها قبل وبعد انه احنا حطينا أسنان يعني حضرك لما تبص على الكيس دي قبل دي بعد كأنها بنتهى يبقى الفرق هنا ايه هي نفس الشخص أسنان أسنان مش سنين ده ان السنين سابتة هي سنها ما تغيرش لكن لما حطينا الأسنان وشدت الوش ورجعت الجلد ده أصلا مشدود بالهيكل العظمي بتاع الفك والعظة فهي فقدة للهيكل للهيكل بتاع العظ وفقدة لل أو طول الوجه الطبيعي فحاصل ساجنج أو تراهل لما تقوم فارد الوش يبقى دهنا للشكل بتعندوكم قسم تصوير الشاطر والله لو ما عندناش قسم الزراعة نفسه أولي شاطر بقى شاطر بقى شاطر بقى عجبني بقى الأفكار من قسم التصوير اللي هو أسبك توبيصور من زوايا معينة أنا أعزوه لكن انت لو بصيت على الصورة كويس هتحس بتغيير شامل في حتى شكل مناخيرها آآآآآك يعني 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 شكل المناخير نفسه سبحان الله تغير ليه لأن انت لما فردت الفك وفردت الوجه بقت المسافة اللي تحت القنف سليمة آآآآآآآآآآآ فديو قدتك بعد أن مناخيرها بقى يعني صغرت الأول علشان خاطر زي ما قلت لك فيه تراهل وما عنديش كمية ما عنديش الوريان أو طول الوجه سن دول هكتب إيه؟ عالشمال هكتب الحجة عليمين هكتب المدام الله ودكتب برضو الفرق أسنان بالسنين ما فرق أسنان بالسنين صحيح ما هي الحجة أو المدام يعني الحجة سن المدام يا مدام سن تاني خالص أو يأنسة كمان يعني ممكن تمشي يأنسة والله بس شفت الزراعة بتاعمل آه لا الزراعة بتاعمل الشغل محترم جدا يعني إنت هنا بنتكلم بدون الدخول في تفاصيل برضو يعني هنا بنتكلم على الشكل العام طبعا خب بالك خب بالك لو أنت برضو ما عندكش الفريق الكامل أسنة الزراعة دي مش دكتور الزراعة دي عدة اختصاصات عشان تطلع حالة يعني فيه جراح هو اللي بيحط الزراعات وبيوزحها فيه دكتور متخصص في التركبات المتحركة وده مهمته بالذات في الحالات اللي زي دي إنه هو الدكتور اللي بيعرف يرجع لك العضة الأصلية اللي راحت هو اللي بيعرف يخلقها من أول وجديد على مقاسات معينة وبعد كده ييجي دور تركبات الزراعة السابتة وأحيانا بنحتاج لترقيق لسها فأنت بتتكلم في أربع تخصصات عشان توصل إن انت تعمل ريهاب لكيس ما عندهاش سينام خالص توصلها لشكل يبقى شكل طبيعي جدا وكمان وظيفي وأنا لو عملت التركبات مش قفل العضة سليم ممكن تعمل لي مشكلة في مفسر الفك فاهمي أصدي فأنت عندك أبعات كل ملي أنت بتحطه بتحط الزرعة فين بتركب عليها إزاي كل ده في الآخر بيديك منتوج نهائي هو ده اللي يخلي الحالة مرتاحة شكلها طبيعي وأهم حاجة إنها تمارس بالأسنان اللي ريك بديه الوظيفة كاملة من الأكل بشكل طبيعي جدا الدروز بتتحن الأسنان بتقطع المفسر الفك في مكانه ورجعت شكل وشي لشكله الطبيعي طيب التصوير ده بقى التصوير خاص يعني ده قليل جدا ما بنشوف المحترفين بيصوروا بشكل ده الكلوز قوي عشان يوريني تفاصيل الديتيل بتاع الماتيريا دي مايكرو ما أنا بوريك هنا إن الزراعة يعني مايكرو بتتسجل بتتصور بعدسات مايكرو اللي هي بتجيب التفاصيل مايكرو كبير يعني تجيب تفاصيل كبيرة مايكرو تجيب التفاصيل الصغيرة هنا أنا عايزين نقول إن انت مش عشان سنانك وقعت وعلشان خاطر هنعمل لك زراعة فهنقول لك اردى بقى واخد أي سنان وكل واشرب لا طب في ناس ماشية كده كثير لا طبعا الجزء التعويدي انت لما بتعود أسنان انت بتعود وظيفة وشكل فهنجيب لك أعلى شكل فمصدي والشكل اللي يليق عليك ويبقى شكل الأسنان طبيعي هنا خب بالك انت لو يعني أنا هقول لك على حاجة انت شايف اللسى دي شايفها جويس ركز فيه لا في ستونز وجميلة دي مش لسى دي لسى الصناعية هناللي عاملان بس معمولة بشكل يحاكي إن السن لأن لأن خب بالك من المشاكل الكبيرة قوي ايه؟ إن الحالات لما بتخلع الأسنان وبتقعد فترة فبتفقد من العض فبالتالي أنا بيبقى متاح عندي هنا وقف بقى لدي عشان هنا بتاكل اللسى فوق فاللسى بتتاكل فهنا لو أنا روح تعمل السنة بالطول دا كله بقى شكلها ايه؟ لا لا فأنا هنا بعود الشكل احنا عندنا أو الشكل الجمالي للابتسامة في الأسنان حاكتين pink white pink لسى white أسنان فأنا لازم أحط السنة بحجمها الطبيعي وعود للباقي بال pink الصناعي اللي هو اللسى الصناعي وبباني اللسى محفورة كأن السنة طلعة من اللسى طبيعية بحيث لما الكيس تبقى بتدحك شكلها سنانها شكلها اللسى بتاعتها معملوش بقى سنة كبيرة وقول له أيما انت سنة العضمي بتاعك التاكل أنا عاملك ايه؟ لا عندنا من الحلول التجميلية اللي توصلنا إن شكل الأسنان يبقى شكله كده ده لو احنا شفناه في أي حالة مش نتخيل ان دي لسى صناعية لا هتقول دي لسى واللون حتى اللون حتى اللون هتلاقيها مشي لو انت كملت تلاقي لسى بتاعتها لسى ماشي مع لونها مع لون لسى مش محمرة قوي ولا ارتقى يعني احنا مدينها اللون المناسب للشخص للحالة نفسها واللونه واللونه واللسى الأصلية بتاعتها دي حاجة جميلة يعني انت لو بصيت هتلاقي قبل ما نركب فوق هتلاقي عدد الزراعات هو هتلاقي اللسى هي هي نفس لون اللسى اللي هنا عملنا هنا بدل من الانسان ما يتقلوش انت بقى كنت في يعني من غير حاجة في الصحراء فارضة اه يلا بقى ارضى بقى لا احنا احنا بنعلي احنا بنعلي الديماند عند الناس انا عايزك تحلم عايزك تشوف انت هنفسك في ايه وهناعملول السورة دي بقى ليه تصوير خاص من الجنب ايوا ليه عشان اواريك الزاي منشف ازاي بقى لا ازاي هنا ان شفايفه اللي تحت سابقى شفايفه اللي فوق شايف الفرق الحتة اللي انت لو بتقى في الاول العظم اللي فوق اساساً بيتاكل اكتر من العظم اللي تحت هيا مصدي فلما باجي عود لازم عود ارجع تاني شفايفه في الوضعات الطبيعية فاتديها support هنا التركيبة وهنا بنعملها لازم تاخد البعد ان تعمل support او تسند الشفايفة العلوية بالطريقة السليمة علشان كمان اعرف اتكلم كويس ويبقى شكلي مرتاح ويبقى شكلي خبالك كل العوامل دي هي اللي بتديك صخة في نفسك فانت لو خدت صخة في نفسك هتبدأ تتعامل مع التركيبات تنساها خالص تبدأ تتعامل معا انها اسنانك في اللحظة دي خلاص انت فعلا الدكتور اللي عمل لك الفريق اللي اشتغلك وفعلا فريق وصل ان هو هو يوصلك لنسبة نجاح ما في المياه كيف تذكر السن بتاع الحالة دي كم تقريبا ده كان تقريبا ستين ستين سنة بص بقى شفافه شكله رجع بقى أربعينات أربعينات وفي ناس كتير على فكرة بتغلط وتروح تعمل عمليات تدمير قبل ما تعمل سنانها وده غلط قلت قلت الكلام ده قبل تتسعين في المية من الستات بتروح تعمل فيلر فيلر وبوتوكس وهي مش فاهم ان المشكلة مش في جلدها المشكلة ان هي بالكيس دي بقى أنا بحبها بص بص عاملة ازاي انت متخلولة الحسنة اللي موجودة تصدق ان دي هي دي لا طبعا مسدقاش والجميل هنا الماتيريال عجبني ايه اللون بنا بأكد عليك ايه بأكد عليك ايه ان زي ما قلتلك الزراعة هو قامي كنازم وهندسة بس في الآخر انا بسلمك اسنان لازم بشكلها حلو لانها في الآخر وظيفة الاسنان زي ما قلنا ان انا اه بستخدمها في الوظيفة في الاكل لكن هي جزء اساسي في شكلي انا اول حاجة بيعني اول يعني مش انا يعني معظم الناس اول حاجة بتشوفها فيك دحكتك وسنانك وهي بتدي انطباع عن صحتك بتدي انطباع عن اهتمامك الشخصي بذاتك بتدي انطباع عن جيناتك فالعين بتاخد الحاجات دي كلها والترجمها والترجم ان انت شخص صحي شخص قوي شخص اه 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 بنظافتك الشخصية كل ده بيترجم من الجزء ده نورت أسعدتنا كالعادة ضيف العزيز الصديق يعني الزميل العزيز صاحب الحضور المتميز للغاية والعشرة الطويلة اللي نوار للنهاردة دكتور نور الدين مصطفى المتخص في مجال تجميل الأسنان وعضة الكونجس العلمية لزراعة الأسنان ومدربة المعتمد لجماعة الدولية لزراعة الأسنان والمؤسس لمراكز ويتي نورت وكالعادة شررت خليكم دايما مع الناس الحديث